تفضل يا حسين السلام عليكم شيخ وليل وعليك السلام تفضل يا حسين السلام عليكم الصوتك بيقطع يا حسين الآن الصوت واضح واضح تفضل شيخ وليد أولا سؤالك بهذه الصيارة يعتبر السؤال مغلوط لأن ندخل في الفلسفة بقى وسؤالك مغلوط ومش مغلوط سؤالي عربي وليس فيه أي غلطة لو سمحت جواب على السؤال كيف حافظ لنا الأئمة الدين تفضل نعم سأجيبك بس أعطيني مجال أتكلم لا ما بديش مجالات حبيبي كيف حافظ لنا الأئمة الدين لو جبت طفل صغير لسه في الابتدائية وسألت السؤال ده قلت له كيف حافظ لنا النبي صلى الله عليه وسلم الدين حايديني عدة أسباب وعدة طرق فضل طيب طيب دعني دعني أتكلم وأنت أعلق عليك العامي طيب 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 الشيعة يعتقدون بأن الأئمة لم يبلغوا كامل الدين للناس لذلك في القرآن الموجود القرآن الموجود ناقص حسب رأي جمهور الإخباريين وقليل من الأصوليين فلم يبلغوا كامل القرآن وكذلك وكذلك بالنسبة للسنة لم يبلغوا كامل السنة فأنت في سؤالك تسأل تقول لنا فعبارة لنا لا يقول بها الشيعة أنهم بلغوا كل شيء لنا أو حفظوه لنا إنما هم حفظوا هو كلمة لنا دي تعود على من تعود على المسلمين صح؟ نعم نعم طيب تعود على الشيعة يعني دلوقتي الله عز وجل أرسل الأئمة ليحفظوا لنا الدين ولا لأ ليحفظوا لكم الدين ولا لأ ليس كامل الدين يعني هم الله عز وجل أرسلهم لحفظ الدين الأول جاوبنا على الشيق الأول من السؤال وبعد كده نشوفوا هل حفظوه كاملا أم لا هل الله عز وجل أرسلهم لحفظ الدين أم لا الدين محفوظ لديهم ولكن ليس محفوظا لنا يعني هو محفوظ لديهم هو محفوظ في قلوبهم ومحفوظ لديهم محطرهم في الكتب ومخبيهم محطرهم في الخزينة احنا ملنا نحن مكلفون بما بلغونا به فقط يعني الآن تركوا لنا الدين ناقص نعم لم يكتمل بعد لم يكتمل والله الزجال يقول اليوم اكملت لكم دينكم الشيع يقولون اكمل لهم دينهم بالتمامة انا مليش دعوا بالشيع انا بتكلم فيك اياه قرآنية نعم نعم الآية القرآنية تقصد فيه يوم الغدير اكمل لهم دينهم نعم اكمل الدين بالغدير حتى يبقى اكمله اكمله ولا ما اكمله نعم اكمله ولا ما اكمله يعني درويتي خلاص صلام الغدير وقصة الغدير والعبط الشيعي ماشي ماشي مش مشكلة الآن يعني اكمله ولا ما اكمله اكمله ولد الآية ما انت لست بتقول ما اكمله درويتي بقى اكمله لما ذكرت لك الآية الآن اكمله لم يبلغوه للناس كاملا لا حول ولا قوة إلا بالله يعني هم جايين عشان ما يبلغوا طالب قبل ما ييجوا النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الدين كاملا أبلغه لعلي بن أبي طالب يا عم هو النبي جاي لعلي بن أبي طالب لا الأئمة يبلغون أهل زمانهم يا عم بلغوا أهل زمانهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم في زمن قبل ما يدي لعلي بن أبي طالب بلغوا للمسلمين ولا ما بلغوا للمسلمين لم يبلغ كاملا لكل المسلمين طيب ماشي ما بلغوش لكن بلغوا كامل لعلي نعم وعلي بلغوا للناس أعلا لم يبلغوا للناس ليس كاملا برضو ليس كاملا يعني ما زلنا إلى الآن الدين ناقص صح نعم يكتمل عند المهدي فقط يلا لا عباسيا يلا عباسيا والعصفورية يلا ترجمة نانسي قنقر